السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الاثنين ستة وعشرين حزيران يونيو طبعا في حلقة الامس احنا ذكرنا انه القمر موجود في العذراء موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاحد ورح يصير فيه خلوم مسار وبعدين فيه ساعات متأخرة بده ينتقل القمر لبرج الميزان يعني الساعة عشرة وستة وخمسين دقيقة من مساء الليلة الاحد اللي هو موعد بث الحلقة بنتهي خلوم المسار وبنتقل القمر للميزان ما رح نذكر والتواجد بالعذراء رح نذكر كأنه نتكلم من بعد منتصف الليلة اللي هي طيلة يوم الاثنين ولكن رح نذكر خلوم المسار والزوايا المؤثرة اللي هي المستمرة لغاية يوم الاثنين طبعا القمر الآن موجود زي ما حكينا هو في برج العذراء في منزلة الغفر هي منزلة الكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل موجود فيها لغاية الساعة عشر واربعة عشر دقيقة تقريبا لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزباني يعني طولة اليوم رح يكون القمر موجود في منزلة الزباني وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل إلى غاية الساعة عشر واربعة عشر دقيقة من مساء اللي هو يوم الثلاثاء وبنتهي هذا الانتقال طبعا القمر زي ما حكينا هو موجود في برج العذراء ما بدنا نذكر التأثيرات وإيش التأثيرات اللي بتصير على جميع الأبراج اللي هي أنه منعود لطبعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا وهي لأنه ذكرناها في الأيام الماضية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية اختيران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وقلنا أنه هاي من يوم 24 ستة ليوم ثمانية سبعة هاي الزاوية ذروتها يوم واحد سبعة ساعة خمسة وخمس دقائق صباحا بتعزز قدرتنا أو قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترة الماضية بيزداد توجهنا لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بيجلبنا حيوية ونشاط بيزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات والنجاحات الأدبية ويوجد برضو علاقة بالمشاريع يعني بعطينا دفعة عالية جدا من النشاط والسفريات والصداقة أو الأمور اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها من يوم 24-6 إلى يوم تقريبا 8-7 هذه الزاوية طبعا تأثيرات ذروتها يوم 1-7 ساعة 10 و25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتدفع بحضورنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح من ميل لحسن التصرف هذا الاتصال بيجلبنا نوع من أنواع الحظ والنجاح إمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم ممكن نحقق بعض المزايع مستوى حياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهي برضو من يوم 24-6 إلى يوم 14-7 دروتها يوم 2-7 ساعة 2 و33 دقيقة عصرا ابتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات يتوقع لأي علاقة غرمية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 21-6 إلى يوم 6-7 دروتها يوم 29-6 ساعة 1 و42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب برضو بتساعدنا بالنجاحات والأرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن نتحقق نجاح في العمل وعلاقات جيدة مع الأباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 طبعا دروتها كانت يوم 19-6 بالدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن تعطينا سعادة مادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري أو تأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا بالنسبة للزاوية التي تأثيرتها قوية خلال هذا اليوم طبعا أول زاوية هي من الآن ولغاية ساعات صباح يوم الاثنين زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكرياتهم من الماضي لطائل منها تجعلهم مزايد جيي طباع وهي زاوية تعطي مصدر للتوتر خصوصا للي بكونوا متعابين وتعطي زيادة تحمل أو احتمال أو ضغط زيادة عن اللزوم بعرضنا للحوادث إما بالحركة أو بقيادة السيارات ما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو تأثيراتها من الآن ولغاية صباح يوم الاثنين زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون طبعا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي برضو تأثيراتها من الآن وبتستمر حتى ظهر يوم الاثنين بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع وقولنا أنه في خلو مسار برضو يعني هذا خلو المسار رح يستمر اللي هو من الساعة عشر أو ثلاثة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الأحد ورح يستمر لغاية الساعة يعني تقريبا عشر أو ستة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان في زاوية رح تتشكل لنا أنه في فترة خلو المسار هي زاوية التربيع السلبية بين نبتون وبين عطارد هاي طبعا رح تكون هي تأثيراتها من يوم ثلاثة وعشرين ستة ومستمرة ليوم ثمانية وعشرين ستة ذروتها مساء اليوم الأحد اللي هو موعد بعد الحلقة الساعة عشر وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وإنه هاي بتخلي في نوع من أنواع الصعوبات في معرفة مشاعرنا أو مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم برضو ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل برضو بالدل سياسيا على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار أغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي بيتم فضح بعض الحقائق أو التلاعبات خصوصا في قطاع الصيد البحري أو المجالات الفنية وبتشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية البحرية خصوصا السوائل ككل ومن ضمنها النفط أو نزاع بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية وقلنا أن الساعة 10.56 دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد بتم الانتقال لبرج الميزان فعشان هيك طيلة اليوم منشعر بفترة قوية وأفضل على المستوى العاطفي وخصوصا العلاقات العاطفية اللي بدها تعزيز لأنه هاي الفترة يعني فترة عاطفية لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد هاي فترة بننجح في أعمالنا الفنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تكون ذروتها زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين الشمس اللي هي تبدأ من الساعة 7.49 دقيقة من صباح الاثنين طبعا هي ذروتها صباح الاثنين ولكن بداية تأثيراتها من ظهر يوم الأحد وحتى فجر يوم الثلاثاء يعني طيلة اليوم تبخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بتزيد من صعوباتنا مع الجنس الآخر أو بتعمل صعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين أورانوس طبعا هاي من يوم 17.6 إلى يوم 5.7 تأثيراتها اليوم ذروتها ساعة 9.22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي بتخلي في عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا تجعلنا غريبين الأطوار وعنيفين بتسببنا شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة برضو بتدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع طائرات أو أحداث إلها علاقة بالسك الحديد والزلازل والعواصف وممكن يصير فيه نوع من أنواع التمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أو قتل أحد القادر الكبار أو بتشهد هاي الفترة مظاهرات أو إضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكلاء والحالب والمثانة البولية لأورد الجلد كعضو لللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية طبعا بالنسبة لهذا اليوم لأنه في زاوية تربيع مع القمر العمليات الجراحية الإضطرارية هي اللي تنعمل أو اللي بتكون عمليات صغرى مع عمليات كبرى يعني ما بحبذ أنا لأنه زاوية التربيع شوي بتعمل نوع من عدم التوازن لدى العاملين في أي قطاع أو أي حتى في خصوصا المجالات الطبية فعشان هيك دائما في زاوية التربيع ما بنصح للعمليات الجراحية إلا إذا كانت إضطرارية حتى هذا بينطبق على عمليات التجميل مثل الحقن أو الجراحة ولا يصلح هذا اليوم لعزلة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي أو الصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الميزان معناتوا خلو المسار القادم بيكون صباح يوم الأربعة بيبدأ الساعة 18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج عمر القمر بالنسبة لعمر القمر عمره 8 أيام عمر القمر المربع في تمام الساعة 9 و45 دقيقة صباحا نبلش في اليوم التاسع نسبة الإضاءة 56% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 ستة سعيد بنسبة 70% الآن في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 45% القمر في العذرة حتى وبدو ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان ليوم 28 ستة منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة 40% عطارد في الجوزاء حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة 10% وفي ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت لغاية يوم 36 بعدين بيبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعا يا ريت اللي وصلوا لهن ما حطوا لايك يحطوا ديس لايك يحطوا كومنت يحطوا اللي بدو يدعي بدو يسبح بدو يذكر الله بدو يصلي على رسول الله اللهم صلي على محمد والمحمد يصلي يعني في عندكو كبسة تحت اللي بدو يكبس عليها يكبس عليها وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر صار مقابلكم تماما هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف تاني وتعزيز العلاقة مع شركاتكم سواء بالعمل أو بالعاطفة أهم شيء أنه اليوم ما بيجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث لأنه برضو المشاكل بتكن تنتبهوا منها لأن الأعداء في مثل هاي الوضعية بيكثروا والاستفزاز بصير زيادة وانت عندك قابلية للانفجار في أي لحظة فحاول تضبط أعصابك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ابتجدوا اليوم تعاون من الزملاء التركيز كله رح يكون على العمل وعلى الصحة حاولوا أنكم تنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير لعملكم والتنسيق الجيد من مختلف الواجبات ابتكثر النشاطات وربما بعض موليد برج الثور يشعروا ببعض التعب أو الإرهاق أو يكون عندهم مراجعات طبية ولكن هو التركيز رح يكون أكثر شيء على العمل برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم من الأقوى الأيام بالنسبة لألكم اليوم تشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات حاول أنك تلطف الأجواء حاول أنك ترجع العلاقات العاطفية أو مع الأحبة لطبيعتها حتى لو مع الأبناء بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة في الأيام الماضية اليوم بتتيسر الأمور وممكن تسمع خبر سار جدا بالنسبة لألك يعني فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لأموليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنك تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا أنك توجهوا الأمر الواقع بمنطق حاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم أهم شيء أنه ما تفرضوا رأيكم تعتبر فترة ممتازة جدا للسفر والاستثمار والتنقلات والحوارات والامتحانات أيضا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات وبوسعكم اجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الإختصاصكم بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك يوم مميز جدا فعشان هيك عليك التحرك وكسب أكثر قدر ممكن من هذا اليوم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هذا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم مش أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وحاولوا أنكم ما تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية الأهم إنكم تضبطوا عصابكم من نزوات التسوق أو المصاريف اللي ماء الهداعي أو المغامرات المالية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية لأن القمر خلاص وصل لها عندكم فاليوم بترجع لكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة النجاح وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم القمر موجود في بيت المتاعب يعني بتبدأ صحتكم شوي تختلف طاقتكم بتنزل ممكن تشعروا بالتعب أو الملل حاولوا أنكم تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل حاولوا أنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد أي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تقيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق في اطمئن بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم في منكم ممكن اليوم ينشط ما بينه بين الأصدقاء أو يتفاجأ من خبر بيتعلق بصديق أهم شيء أنه اليوم برضو حاول أنك تستغلوا بكل طاقتك وما تستسلم إذا فشلت في المرحة في مسألة بالمرة الأولى كرروا المحاولة بتمشي الأمور بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم واليوم بينتبهلكوا المسؤولون وبيقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الأضواء ممكن اليوم تخضع لعدة تجارب مهمة أهم مش إنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح أن الفترة هاي فيها نوع من أنواع القلق والتوتر ولكن إذا ما شوهت سمعتك وتصرفت تصرفات شوي مش عقلانية يعني النتائج بتكون مش جيدة بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وهذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقشوا أي موضوع اليوم بقوة وذكاء وتتجرأوا على رفض أي شيء ما بناسبكم أهم مش إنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هذه فترة مناسبة لأخوة تجربة جديدة وبعض موليد برج الدر وممكن يكون عندهم سفر محتمل بهذه الفترة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتركزوا على الأمور المالية المشتركة القمر خلص تتحرك من مقابلتكم للبيت الثامن فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء إنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار طبعا اللي ما حط اللايك برضو بحب أذكر في كبسات تحت تقدروا تكبسوا عليها لايك وديسلايك وكومنت وشير ومثبات وشكرا ودعوات ومش عارف إيش يعني اللي بديوا يكبس على هاي الأشياء يكبس بس ما تنسوا هيك منكون امتحينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر